حياكم الله علي المسوي اي هو باسم ولدين سويتة انا حياك الله طيب يعني هذا اسم ولدك علي المسوي لا لا اسم يعني هي تشعون الاستعار يعني طيب يا ام علي مو متزوجي ايش مو متزوج طيب يا اختي الله يسعدك انا كنت اقرأ اية من القرآن الكريم انا مصري كنت اقرأ اية من القرآن الكريم واحببت ان اسمعكم هذه الاية نعم الله سبحانه وتعالى يقول الاية رقم 74 من سورة الانفال والذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اوى ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم فالذلاتي اختي القرآن الكريم بيبين ان المهاجرين والانصار هم المؤمنون حقا وربنا جعل لهم مغفرة ورزق كريم تعرفين هم المهاجرين والانصار المهاجرين اللي يهاجرون في سبيل الله المهاجرين هم هاجروا من المدينة من نكة الى المدينة والانصار اللي استقبلوهم اللي كانوا امنوا من قبل نعم اللي كانوا منصرون النابهم احسنت ايوه فكيف دلوقتي المراجع يقولون لنا ان المهاجرين والانصار قفار ومرتدين ويكفرون عمر رضي الله عنه ويكفرون عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ويكفرون ابو بقر الصديق هؤلاء المهاجرين وعثمان وساعدين لا لا غلط انتم جاءت اخذون يعني الكتب بس كتبها مصحيحة عن النبي احسنت ايوه الله صدقتي هذه الكتب ليست صحيحة كتب مكذوبة ايه اللي هما مو يعني هما مو انصار النبي كانوا يعني ما كانوا نصور النبي ليش لانهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله انقلبوا على عاقباتهم انقلبوا هم록ي Mash jam 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 يعني اعتقادي غلط نعم مش مهم انت ظنت ان انا عراقي مهم طلعت مصري بس انا بقولك مين اللي حارب الزهراء ومين اللي حارب عليه رضي الله عنه انا عارف اللي انت عايزة تقولي عليه رضي الله عنه في نهج البلاغة قال اخواننا بغوا علينا وقال انما الشرى للمهاجرون والانصار يا اخ علي الموسى يا اختان وقال انما الشرى المهاجرين والانصار تسمعيني اكل لك انا مش عارف والله انا شوية اخش على شيعي الام سمي نفسه اسمه انس اخش على شيعية الام سمي نفسها علي المساوى حتى صورة معمم شيعي طب انا اكلم مين بالله عليكم اعمله حتى صورة سيد بعمامة صود هي جاهة تجمع الخمس ولا ايه انا بقيت شاكك والناس تقول لا درامي بيتصل بنساء وبعدين يقولوا لا درامي بيتصل برجالة الان بتقول لي اولا لا تستعر اسم اه والله كتبالي كده لا تستعر اسم وانتي بالله عليك لا تستعر اسم راجل الله يهديك يا رب بتقول لي اولا لا تستعر اسم الله يعني لا استعر اسم ايه بس لا استعر اسم والانتي وبتقول لي انت تدخل وترسل لا ترسلنا ثانيا امال انت دخل باسم راجل ليه ولا يعني القلوب مليئة بالحقد والبغض لصحابة النبي انقلبوا تب انقلبوا في لا 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 انا مش معهم ناصة الله اني اهديك مش عارف ناصة الله اني اهديك يا اختة اقول اختة علي ما ينفعش يعني وقال لها المساوي ناصة الله اني اهديك واني اخذ بيادك ايها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي اعجاب وشارك الفيديو في اكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد